تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية انطلقت بمتنزه الأمير خليفة بن سلمان بالحد منافسات موسم ناصر بن حمد للموروث البحري وبهذه المناسبة أكد اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن رياضات الموروث البحري تعد جزءا هاما من مكونات الهوية الوطنية البحرينية الأصيلة الذي توارثه الأبناء عن الأجداد والأباء منضيفا أن المحافظة عليها هي مسئولية وطنية تساهم في الحفاظ على البعد التاريخي العريق لمملكة البحرين بمنطقة دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية وتحافظ في الوقت ذاته على المكتسبات الحضارية لهذا الوطن العزيز وقال سمو إن مملكة البحرين تمتلك إرثا وطنيا أصيلا بفضل الجهود التي بذلها الأجداد والآباء للمحافظة عليه ونحن بدورنا نتطلع لمواصلة السير على هذا النهج الراسخ الذي انتهجه سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ووجهنا به نحو بذل مزيد من الجهود للحفاظ على هويتنا الوطنية وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن موسم ناصر بن حمد للموروث البحري هو جزء من ذلك الإرث الوطني الذي نسعى أن نعززه في المجتمع ونتطلع أن تشهد منافسات النسخة الأولى من هذا الموسم الإثارة والتشويق والمنافسة الحقيقية بما يساهم في نجاحه على الشكل الذي يخدم تطلعاتنا بتحقيق الأهداف التي رسمناها لتعزيز ثقافة الموروث البحري هذا ودشنت مسابقة إليزواء منافسات موسم ناصر بن حمد للموروث البحري حيث خصصت هذه المسابقة لمشاركة السفن المحمل والتي شهدت مشاركة أربع سفن كل سفينة شكلت فريقا حيث حملت كل منها أربعة عشر فردا حيث ستقوم هذه السفن بالمبيت على أن تبدأ المنافسات باستخراج أكبر كمية من المحار ترجمة نانسي قنقر